السلام عليكم ازيك يا شباب ان شاء الله نارضا في الفيديو ده هنتكلم عن الهيستو جرام وفيديوته في ايه وهنستخدموا اللي هي وكلام ده كله فخليكم معي تمام يا شباب زي كل فيديو برضك هنعمل امبورت المكتبة اللي نستخدمها cv2 وننباي بس في مكتبة جدا هنستخدمها اللي هي madbrotlib madbrotlib عشان احتاج ان شاء الله عشان نعرض الهيستو جرام اللي احنا نعمله تمام وبعدك هنعمل الريد الامج اللي عندنا تمام وبعدك هنحوولها الريد الهيستو جرام كل دو شرحنا في الفيديوات اللي هافتد فلو مش فهم حاجه غيرت ترجع الفيديوهات اللي مكتبة هنعمل مين بعدك هنمسهم جده anf Eagle يحنا نستخدمify الهيستو جرام تمام فا calculate histogram من اول حاجة بتاخد الامجز اللي انت عائزت ع Marriage فيتدي لها الامج على هيئة مثلا ايه ان انت تدهها لها شكل لست او من غير لست فعادي لو هي صورة واحدة ممكن تعملها كليست او ممكن تعملها كصورة عادية تمام وانما لو اكتر من صورة بتدخلها كأنها لست طيب تاني حاجة بتدهها لها هي مين طبعا احنا حولنا الصورة للجري سكيل تمام فطالما جري سكيل بقى فيتشانل واحدة بس فهنتدي لها مين اللي هو رقم زيرو اللي هي زيرو تمام بعد كده الماسك لو انت عايز تستخدم ماسك فانحنا مش هنستخدم ماسك دلوقتي فاندله نون وبعد كده ده عدد البنز يعني عدد الفطرات اللي انت عايز تستخدمها في الهيستو جرام طيب الهيستو جرام يعني ايه بي فكرته بيتشتغل ازاي الهيستو جرام ده الفكرة ان هو بيجي على كل بيكسل في الصورة وشوف قيمته ماشي وبعد كده احنا بقى بنشوفه طبعا قيمة البيكسل في الصورة اللي بيد وصود او الجري سكيل بتقريب من صفر 255 تمام يعني كده معك كم قيمة معك 256 قيمة تمام فلو انت قلت انا عايز و 256 فترة تمام فهيجي على كل بيكسل مثلا البيكسل عنده رقم مثلا 50 فيعد كم بيكسل ظهر بالكومة 50 تمام فيحط 50 على المحور X ويحط العدد البيكسل اللي بالكومة 50 على المحور Y بس ويرسم ويحطوا نقطة وهكذا بالنسبة للباقي بقى مثلا يحط 60 كم بيكسل ظهر على 60 ويحطوا نقطة وهكذا ويقعد يوصل ما بينهم هتلاقي خط متعرك كده هنشوفه ان شاء الله بعدين تمام فده فكرة الهيستو جرام بس وساعات مثلا الهيستو جرام بدل ما يظهر بالخط المتعرك ده ساعات بيظهر بهاية مستطلات وفقية او عمودية برضا بس الخط المتعرك ده بياخد اللقطة اللي هي في السنتر بتاع الهيستو جرام اللي هو المستطيل ويوصلهم مع بعض بخط متعرك تمام وكل ده احسى وكلام ده كله فمتشغلش على الكوى شكل بس الهيستو جرام كده تمام واخر حاجة بقى ايه اخر حاجة انت بتطلق قيم القيم اللي عندك كام القيم اللي عندك احنا قلنا طبعا القيم بتبقى من صفر 255 واخر قيم احنا حطنا 256 عشان القيمة الاخيرة ديت ما بتتخدش معانا في الحساب فهو بيبقى من صفر 255 فلو احنا قلنا من صفر 255 كده 255 ما حسبنهاش فلازم نقول من صفر 256 عشان تبقى 255 تتحسب معانا حاجة كمان بقى يعني مثلا افرد ان احطط عدل فترة هنا 30 فهو هيجي على الفترات او القيم اللي عند البيكسلز اللي عندك ويقسموه من 30 فترة متساوي ماشي 30 فترة متساوي هيجي بقى مثلا هي تمام فلو احنا مثلا استخدامنا 30 فالفكرة انه هو هيجي على القيم اللي عندك اللي هيجي من صفر 255 ويقسمهم من 30 فترة متساوي يعني فها تقريبا التمانية تمام فهيبقى قيمة الفترة او القيم المحطوطة في الفترة الوحدة عبارة عن تمانية اعلى قيمة لها تمانية يبقى اول فترة مثلا من صفر التمانية تانية فترة من تسعة لستة عشر تلت فترة ومسلا من سبعتاشر لكزا وهكزا ويفضل مكمل لحد ما يخلص خالص تمام فهو دي الفكر انما احنا قلنا 255 256 ليه؟ عشان يبقى كله قيمة فترة الوحدة او العرض بتاعها واحد بس فهيعدي لها عدد البيكسلز اللي موجودة في القيمة دية انما لو كان الفترة اقل من كده فهيجمع لك مجموعة بيكسلز بتروح في الفترة دية تمام؟ فاريتكم فاهمني بس معلش شي فهو يعني ايه؟ هو شوية تحصى شوية بس كده فلو انت فاهمي الموضوع وفاهم خدت الويستوجرام دي قبل كده غير سهل عليك انشاء الله تمام؟ وبعد كده بقى طبعا كل دي بروضك ماذ بلو تلب tax يعني ايه؟ بعد كده نحدد后 التايتم بتاع اللي هو من الرسم البياني بتاعنا وبعد كده المحوريكس يبقى اسمه ايه ومحوروا هي يبقى اسمه ايه وبعد كده نعرض الصورة بقى عندن تمام؟ طبعا هنعرض هنا الصورة هنستخدم بلوت przekأني روايت guessed time هنريد هنا الاستوجرام هنستخدم بلوت دوت بلوت handy histogram اخر ده ٢٥٥٥ ل٥٥٥٥ ٢٥٥٥. قلنا برد als قم اللهيفتى عايزين نقود الصورة الاصلية لهندنا ونفذ شوه. فتعايل ان نعرض الصورة هذا الصورة الاصلية اصلا ذا صورة الهيستجرم وهذه الآن thats السوق قامّ تتشكير الفشرة الهيستجرم فاني استفدت.اني مش عارف الصورة وعلي عملك شفته. بس عارف الهيستو جرام بتاعه. فلما انت تيك بص الهيستو جرام هتعرف ان في منطقة مثلا ان الصورة معظمها يعني ايه لون غامي او لون اسود ليه? عشان البيكسلز اللي عندها ما فيش هلا منطقة واحدة بس يعني الهيستو جرام مش متوزع او مش يعني ايه مش منتشر على طول الصور. ودي فعلا حقيق عشان انت رجب بسيط هنا هتلاقي لون اسود ما فيش اساسا بيكسلز هنا خالص. تمام ودي فعلا اللي حصل هنا. وبعد كده تلاقي كوما ارتفعت شوية فتلاقي ان في منطقة فتحة بس مش فتحة اوي برضا. طب ليه عشان قمت البيكسلز اللي هنا هتلاقي او ليلة خالص يعني البيكسل القيم اللي عندنا ظهرت من مقيم من 40 لتقريبا 70 تمام فهو يعني القيم او ليلة خالص وهنا قلنا البيكسل بيبقى لونه فاتح لما يبقى قريب بين 255 وبقى غامق كله مقرب للصفر ويحنا كده قريبين للصفر خالص تمام فبالتالي حتى اللون اللي عندنا هنا غامق برضك اللون الفاتح اللي ظهر حتى غامق تمام وبعد كده بعد كده بقى بق صورة عندنا كلها غامق او دي فعلا لحصل هنا غامق وبعد كده بيبقى لون باهت شوية مش فاتح اوي يعني وبعد كده لون غامق تاني تمام فده احنا كده ايه لما تبص الهيستوجرام بتقدر تبين بقى تعرف الشدة بتاعت الالوان اللي عندك التدريج بتاع الالوان اللي عندك الكلام ده كله فيعني ايه تقدر تفهم منه وكده وكمان يعني الهيستوجرام لها استخدامات تانية برضك ان شاء الله هنقولها لسه برضك لما نشوف الحاجات اللي تحت تمام فخليك معاي طيب بعدين كده اح نشوفنا لما نعمل له جري سكيل تمام طيب وعايزين بعدين كده ايه لما يكون كالرد يعني طيب افردوا الصورة بقى اللي عندي باكتر من التشانل يعني الصورة الملونة طبعا عارفين بتلاتة تشانل طبعا انا عايز اعرض الهيستوجرام بتاع التلاتة تشانل اعرضه ازاي نفس الكلام بالزبط فعشان هو هنستخدمه برضك نفس الكود هنستخدمه برضك ان شاء الله تحت في هنا فهنوت مع الماسك تمام فخلينا نعمل فونكشن احسن تمام فالفونكشن اسمه هستكلارد تمام وبعدك هندينه اللي احنا عايزينها او الامج وبعدك مين الامج هنعمل لها اسبلت للتشانل بتاعتها هتدينا تلاتة تشانل وبعد كده مين القلر القلرز طبعا ديت لما لما قوله لست لما ادي لللست مسلا ايه تيكست فهو يعمله مين هو هيقسم التكست دي ككلقات هيبقى البي ماشي بدلا والجي وبعد كده الار فبدلا ما انا اكتبقى انا شفت انا طولت ازاي في الكتابة هنا فهو لا الفكرة انت تدليه ديت هو هيعملها لك بنفسه بسرعة يعني تمام فهو يعاني ايه كسل مني بس شف اللي بتحبه يا تعمل بالطريقة يا تعمل ديت يا تعمل ديت يا تعمل ديت اللي انت حبه يعني تمام خلينا بعد كده احنا كده خلصنا ديت يا تعمل ديت يا تعمل ديت يتعمل ديت طب وبعدين ااا بعد كده بقى طبعا هنا هنديله وال plaque ومنود الكقل وابعد كا مين هناجي بقى عن الالاتة احنا عايزين طبعا هنا لكل وكل عندنا. تمام? هناخد اول حاجة لكل موجودة في هنا بتاعت الصورة الاصلية وكل موجود في وبعدك هنقول له نفس الكلام برضا. هندي له من بقى? احنا قلنا بياخد طبقة واحدة بس. تمام? فلما نقول له كالك هستو جرام هندي له طبقة واحدة. ماشي? احنا كل دي بنعمل في احنا كل دي بنعمل في الهستو جرام لطبقة واحدة. فيه هستو جرام لطبقتين اثنين والكلام ده كله. بس يعني ايه هيبقى يعني حاجة لسه وكلام ده فما تركز فيه دلوقتي او. تمام? فالكالك هستو جرام هندي له طبقة واحدة بس. اللي هي مين اللي هو حسب هن. وبعدك مين الرقم اللي معنا صفر. وبعد كده نن وبعدك 265 نفس الكلام وكل حاجة. وهنا بقى بلوك الكلار بقى الكلار هنا بقى نفس الكلام. احنا عايزين بقى ان نميزهم عن بعض. فهندي له هنا الكلار بيسوي سي ماشي. عشان بس ايه نقدر ما يجمع بعض. يبقى لون لقدر يبقى الهيستو جرام بتاع لون لقدر لون لقدر. والهيستو جرام بتاع لون نزرق لون نزرق. والأحمر لون احمر وهكذا يعني. تمام? وبعد كده بقى نفس الكلام كل حاجة. وبعد كده نعرض الصورة بتاعتنا الاصلية. تمام? فتعال بقى نشوف هنا هنعمل هنا الميسو ده هي. تمام? فتعال نعرض الصورة كده. اهو دي ات الصورة الاصلية اللي عندنا. تمام? ودي شكل ايه? شكل هستو جرام. فطبعا اللون الاحمر لما نجي نبص على اللون احمر هتلاقي يعني شبه معدوم الصورة. ما فيش لون احمر اساسا. هي الصورة طبعا واضحة خالص ان هي لون ازرق. فما فيش لون احمر ظهر في الصورة خالص. حتى اللون احمر لما تجي نبص له هتلاقي قريب خالص مصيف. اللون احمر حتى يعني اخره لعشرة يعني تقريبا حتى مش وصل له خمستاشر. فهو يعني شبه معدوم خالص من الصور. تمام? وبعد كيه اللون مقدر ظاهر بردك بس في المنطقة كان بردك القليلة. اللون مقدر بردك في المنطقة القليلة يعني من حوالي من خمسة واربعين للتمانيين تقريبا. فهو بردك في منطقة قليلة ومنطقة ايه? غامقة شوية فهتلاقيه من الظاهر بردك في الصورة. اللون بقى اللي هو الطاغي والواضح في الصورة طبعا اللون مين? اللون اللازرأ. اللون النازرأ طبعا لون لمحيطرته وكلام ده كله فهتلاقيه واضح في الصورة وليس في مناطق كبيرة يعني ايه? وهنا ظاهر في مناطق كبيرة مية وخمسين. والكلام ده كله فهو اقرب بكثير للميتين خمسة وخمسين. يعني مية وخمسين. ميتين خمسة وخمسين في مية. إن الان مية وخمسين لا في فرق مية وخمسين فالمية وخمسين او رب كتير للميتين خمسة وخمسين تمام فهو الفكرة في كده فيعني طبعا كل دي احنا استفادنا يعني فهمنا الكلام ده كله من احنا بس بصنا على الهيستجرام من غير حتى ما نشوفوا الصورة بتاعتنا تمام واتلاقي طبعا النون الاحمر والنون الاقدر للدولة تظهرين يعني ايه بسبب موجود يعني طبعا الصورة فيها الوان تاني عشبه اللون الاصفر والالوان اللي هنا والالوان اللي هنا فاللون الاقدر طبعا والالوان ديت ظهر بسبب الالوان ديت عشان طبعا احنا عارفين ان الالوان اللي ظهر ايه اي لون موجود في الدنيا عبارة عن يعني ايه خلط من ثلاثة الالوان اصليين دولة او اللا احمر واللا اقدر واللا زرق تمام بس فهو عشان كده ظهرين هنا واللون الاحمر ظاهر برضك والكلام ده كده على الرغم انت ممكن ما كنش شايفه تمام شباب فبعدك ان شاء الله نشرح الماسك الفكرة ان برضك احنا عايزين جزء من الصورة بس بس عايزين ايه نحدده ونعمل عنده الهيستو جرام مش عايز الهيستو جرام على الصورة كله فانا جيت عدلت على الهيستو جرام بحيس ان احنا بقى نقدر نستخدم الهيستو جرام اوتوماتيك فحطت برامطر يوز هيستو جرام بساو فولس فانت لازم تقوله ترو هنا عشان يشتغل تمام وبعد كده بعد كده لو طلع ترو فهو اول حاجه هيغير التايتل بتاع اللي هو ميم بتاع رسم البيان اللي عندنا المياهية السابق ابقى الع aver جوزي الهزب الماستفيد المفشات تمام وبعد كده نعمل م Geschichte مسب المشاكل papes还有 مرة فاتت وهيإبدا يقراجنا الصورة بعد ما استخدمنا عنها ل intra تمام بعد كده نفسي ما مش عايزة بس يكفي س child's first time به إنувابقى ما العودنا كانت Holly so we can't launch the mask بعد كده نفس الكلامه فش اي حاجه لكن الفكرة بس انت إيه هتحط هنا VI aside nič partner with the mask فانكه مهم ان هل تستخدم رو ايه لكي عملت معي رو رو وتعبتنا لانا ملقيت حلها الفكر ان احنا لما امشنا الاول وقلنا لكانت صورة واحدة انا مش لازم انت تضعها في ايه فى ايه او فى لست بس لا اتلعت غلط وواه يعني ايه لو انت هتستخدم الماست لا تضعها فى لست لانما لو مش هستخدم ماست معا عاد ممكن تضعها فى لست عاد طالما هي صورة واحدة بس تمام فدي مهمة لو انت هتستخدم ماسك لازم تحط الصورة في لست فرايح دماغك من الاول خالص ودايما استخدم لست وخلاص تمام فاستخدم لست دايما لما تجد استخدامه مع الصورة تمام بس فتعالك انا نجرب انا عايزك بس تلاحظ الفرق ما بين الصورة لما احسب الهيستو جرام بتاع الصورة كلها وبعدكها لما احسب الهيستو جرام بتاع يعني ايه جزء محدد بس من الصورة تمام في حاجة مهمة بردك يعني احنا حطنا هنا ماسك بسونا ماسك مهمة دي برضك نانسيت احطيه بحيث لو انت مثلا ان هو قالك مرضيش يستخدم الماسك ماشيش بقى ما احنا هنستخدمه هنا مثلا سوى هنا مش هنستخدم الماسك وبالتالي لما اجي انا استخدم هنا مش هيبقى الماسك ديت مش متعرفة مش موجودة اساسا عنده تمام يعني لو ما فيش السطر ده فهو لما يجي دور على الماسك هنا الـ variable هنا مش هيلاقيه فهيدي لك error فالفكرة ان انت عارفهم الاول هنا قوله ان هو non يعني لو ما اتعرفش هو يبقى non اتعرف بقى وقالك استخدم الماسك هنبدأ بقى نعرفه كلام ده كله تمام يا شباب تعالى نجرب كده البرنامج فهو دي شكل البرنامج طبعا لما احنا استخدمنا بقى list هو كلام ده كله لما احنا جينا استخدمنا هنا list تمام طبعا ارقام هنا اضغيرات خالص ويعني بقى شكلها غريب بس هو نفس الشكل تقريب نفس الشكل يعني تمام فدي شكل الصورة اللي هو العادية تمام طب تعالى بقى نستخدم الـ histogram الشكل اختلف تمام يعني شوف لما الفات كان ديت اقصر شوية وكانت الارقام يعني متبعدة شوية تمام انما هنا عشان احنا استخدمنا هنا جزء بس هنا دي شكل دي شكل احنا يعني ايه بنعمل عن الـ histogram لون نزرق دي بس هتلاقي لون نزرق اعلى حاجة وكمان في الانطاق اللي هو ايه الموضية اكتر الانطاق اللي اتنون دولارة اقل تمام فدي الـ histogram والـ mask وطبعا احنا نكلمنا عن mask قبل كده وفاديته ايه وكلام ده كله فارج على الفيديوهات عشان تكون تعرف فيديته ايه وكلام ده كله عشان ما طولش قبطه تمام اخر حاجة بقى ايه احنا عايزين نتكلم عنها اللي هو عبارة عن histogram equalization histogram equalization. histogram equalization الفكرة منه انه هو مسلا ايه ان انت بتخلي توزيع الدرجات بتاعته الصورة متساوي او بس هو في الصورة لازم تكون grey scale يعني histogram equalization بيحاول يسوي الاضاءة في الصورة كله تمام فلما انت تجيب له صورة مثلا وتعملها grey scale وتديه له في histogram equalization ديت فهو يخلي كل درجات اللون او كل الاضاءة اللي في الصورة تقريبا متساوي تمام وبديد تبقى مهمة جدا يعني مثلا لما بيعمله مثلا في الصور الصور الصناعية والكلام ده كله والاقمار الصناعية تمام وفيدة جدا وكمان في medical imaging برضك في اللي هو الصور الطبية والكلام ده كله برضك بتبقى مهمة بحيس ان هو مثلا لما تجي تشوفها ان شاء الله وانشغلها دلوقتي هتلاقي ان هو بيحدد لك تقريبا حواف الشكل يعني مثلا الشكل الحواف بتاعته مش باين اوي او الكيرفات او الاقواص مش باين اوي فلما نعمل المست دي بتلاقي الاقواص بدأت تظهر اكتر الكيرفات بدأت تظهر اكتر بدأت انت تقدر تشوف الصورة بتراها اوضح الكلام ده كله فدي فايدة الايستجرام فتعال نشوف مثلا عندنا هنا الصورة تمام فانا اختصرت خطوطين بسطر واحد اللي هو عملت لها العديد الصورة الاول بعدك حاولتها تمام? وبعدك سمتها ايه? ايه? ازا يعمل له ماشي? وتدلو مين? وتدلو الصورة الاصلية اللي عندك بس مين؟ اهم حاجة هي غريسكيل تمام؟ وبعد كده هل نعرض الصور عادي تمام؟ فهذا شكل الصور تمام؟ فالصورة اللي هي احنا طبعا نستخدم من حاجة جديدة اللي هي من انبيديو هوروزنتل ستاك هوروزنتل ستاك دي بتجيب له الصورة بتجيب له رمباي ارائي و رمباي ارائي التانية ويخليه من الاتنين يعني ورصوهم من الاتنين جنب ببعض هوروزنتل بطرق يعني ايه؟ فهو يحط الاري الاولانية خلصهم، وبعضها جاههم جاء حاطته الاري الاولانية جنبه نفس الكلام بالنسبة للصورة قطع الصورة الاولانية يخلصها مثلا ويعرضها وبعضهاharهم جاء هثيرهم حاطته الصورة السفاحة جنبها بالضبط تمام؟ فبعضها البلغة كنانهم اررائي التانيةij سيستشبه صورة الاصلية كسراء الاولانية يعني ممكن تقول لنا ما فيش حاجة اختلاف بس لا الاختلاف واضح في حتة معينة يعني مثلا لو احنا جينا بصنا على المسجد هتلاقي الشاي في النوافذ ديت او الشبابيك ديت واضحة هنا نامي هنا باهتة شوية يعني هنا بدأت الحواف هنا تظهر الحواف هنا ما كانتش باهتة اللي هي العميدة ديت لا بدأت تظهر هنا تمام الحتة ديت مش واضحة قوي الحتة ديت لا واضحة هنا كده تمام يعني الارضيه لون الارضيه الارضيه هناك اتفتحه شوية لا هنا غمه اكتر بيبين الزل واخد بالك الزل بتاع الاشخاص اللي ماشيين تمام الزل هنا بيين اكتر وهكذا عند كله بيوضحه وقلتلك هو بيوضح الاشكال والحوف بتاعته تمام بيحاول يوضح على قد ما يقدر تمام بس كده فهو الفكرة في كده طبعا الهيسو جرام ايه يعني ايه هو لو استخدامات كتيرة وهنا يستخدم ان شاء الله بعدين فهو مهم انت تفهمه يعني وتدور عليه حتى لو انت يعني ما فيمتش حاجات برده كيف تدور عليه وابحس عليها وان شاء الله يعني لو ما فيمتش حاجات تعرف انت تحت في الكومنتات او تسألناها سوشيال ميديا وكده ان شاء الله وحاول اساعدك فهو موضوع مهم جدا ويعني مهم جدا في الكمبيوتر فيجن فركز عليه ان شاء الله تمام؟ وطبعا الكود اللي تحت دي بردك لو انت حبيب بقى تشوف الفرق ما بين الصورة الاصلية قبل ما اعمل لها ايكولايزيشن وبعد ما اعملت لها ايكولايزيشن والكلام ده كله فاعمل بس ان كومنتي للكود ده وكده واتجربه بردك مع نفسك ان شاء الله بس فهو دي شرح الفيديو بتاعنا النهاردة يا ربكم اعجبكم واستفدتم منه واريتنا ولسه ما اشاركتش معنا في القناة تنزل تحت وتعمل واشارك وتفعل الجرس ولعجبك الفيديو واريت تعمل لايك وتشاره مع اصحابك واشوفكم الفيديو دي ان شاء الله يالله ساماني اشتركوا في القناة